اشتركوا في القناة اهلا بكم عنوان هذه الندوة حول حقوق وآداب الطريق وهذه الحقوق والآداب التي نصت عليها شريعتنا الإسلامية الغراء وسنة نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا ننسى أيضا أن هذه القيمة الكبيرة هي في الوصايا العشر للأديان السماوية الثلاث دوراة وإنجيلا وقرآن الكلمة الآن مع فضيلة الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القاهرة فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمدك يا ربنا ونستعين بك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة ومح الله به الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاكا أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراكا أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك القربه وحباكا وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك صلى عليك الله يا خير الورى مشتاق مشتاق إلى رؤيك مشاهدي الكرام كفل الإسلام حقوقا للإنسانية من شأنها أن تجعل الإنسان يحيى حياة كريمة حياة يسودها الألفة والمودة والمحبة والإخاء هذه الحقوق هذه الحقوق نشأت من قوله تعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إلى غير ذلك من هذه الحقوق كما نوها الصديق العزيز الدكتور عمر حرب نوها عن حق الطريق وآدابه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ما أعظمه وما أجمله بمثابة الدستور أو القانون أو السياج أو الوسيلة التي تضمن للإنسان أن يسير في الطريق بأمن وأمان وحرية بعيدا عن الخوف أو الأذى قال صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله هي مجالسنا ما لنا من بُد الأماكن التي نجلس فيها ويبدو أن هذا الفعل كان مألوفا أو متعارفا عليه أنذاك فقال صلى الله عليه وسلم إن أبيتم يعني لو ما كانش في حل إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه صلى الله عليه وسلم قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم غضوا البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم مشاهدي الكرام الطريق لا يملكها أحد إنما هي للجميع درج الناس على السير فيها ولذلك في حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالمدرجة قال صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل ذهب ليزور أخا له في الله فأرصد الله له على مدرجته ملك المدرجة هي الطريق وسميت بذلك لدرج الناس على السير فيها إن أبيتم إلا أن تجلسوا في الطريق فأعطوه حقه ما حقه ما حقه غض البصر غض البصر معناه أن يحفظ الإنسان نفسه من الوقوع في الحرام خشية أن يؤذي غيره وأن يؤذي نفسه والله عز وجل أمرنا بغض البصر قال الله تعالى كما جاء في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال أيضا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والله عز وجل لا يعلم السر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وصدق الله القائل ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا الله يتحدث عن نفسه بالعظمة أتينا دليل على المكنة في الإيتاء أتينا بها وكفى بنا حاسبين إذن من اضطر للجلوس في الطريق أو الوقوف في الطريق أو العمل في الطريق فليحفظ أولا نظرة من الوقوع في الحرام ومن إذائه لغيره يبقى أولا غض البصر ثانيا وكف الأذى ويبدو أن غض البصر وكف وكف ويبدو أن غض البصر وكف الأذى ورد السلام كلها أمور متشابكة تدعو إلى حفظ وصيانة الإنسان كف الأذى نبدأ من أول كف الأذى باللسان بمعنى ألا يتلفظ الإنسان إلا بما يعود عليه بالنفع في الدنيا وفي الآخرة يعني يعني إيه يعني فصرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الكلمة الطيبة صادقة الكلمة الطيبة صادقة والله عز وجل قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقال وقول للناس حسنا يعني وأنت في هذا المكان لا تتلفظ إلا بخير لأن الكلمة الطيبة تدخل السرور على النفس وأجرها وثوابها عظيم عند الله عز وجل قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون كلمة خير كلها نفع كلها كلمة تدخل السرور على النفس كلمة من شأنها أن تنشر الألفة والمودة والمحبة والإخاء بين بني الإنسانية وهذا ما دع إليه ديننا الحنيف الكلمة الطيبة صدق ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا صخابا بالأسواق وما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه نطق إلا بالخير عند الرضا وعند الغضب عند السراء وعند الضراء عند الفرح وعند الحزن صلى الله عليه وسلم إذن كف الأذى باللسان لسانك لا ينطق إلا بخير وأيضا كف الأذى باللسان بمعنى أن لا يرفع الإنسان صوته ربما أدى ذلك إلى الإضرار بالآخرين هناك من يذاكر هناك من ينزعج بالصوت العالي والضوضاء لذلك كان من وصايا سيدنا لقمان لابنه وعضد من صوتك لا ترفع صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير والعياذ بالله إلا فيما هو يعني ضروري كأن يطلب الإنسان إنسانا آخر يعني ينده على إنسان آخر أو شيء من هذا القبيل عادة ذلك رفع الصوت ليس من الآداب الإسلامية التي دعا إليها ديننا الحنيف يبقى كف الأذى باللسان يشمل الكلمة الطيب الكلام الطيب وعدم رفع الصوت إلا عند الضرورة إليه يصعد الكلمة الطيب يا سلام الكلمة الطيبة تجمع ولا تفرق تبني ولا تهدم كلمة كلها خير يبقى أنت في الطريق وأنت في البيت وأنت في العمل وأنت في الشارع وأنت في الجامعة وأنت في كل مكان تمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة ثالثا كف الأذى بعدم وضع العراقيل أو المخلفات التي يتأذى بها المرة وديننا الحنيف دين النظافة والطهارة والرقي وكل إنسان مسلم مطلوب منه أن يظهر عظمة وجمال ديننا الحنيف قال الله تعالى كنتم خير أمة اخرجت للناس وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطة فكونوا إخواني المشاهدين أهلا لهذه الخيرية وأهلا لهذه الوسطية والوسطية هنا تعني الرفعة والعلو والسمو لتكونوا شهداء على الناس فما من المسلم المسلم الحق الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويهتدي ويقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكن مثالا صالحا وصورة حضارية مشرقة يتعلم يتعلم منها القاصي والداني من بالداخل ومن بالخارج وأنوه إخواني المشاهدين إلى هذا الحديث الذي بيّنه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت رجلا يتقلب في الجنة ماذا فعل ما هي المقومات التي أخذت بيده إلى الجنة وفي تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على العجب رأيت رجلا يتقلب في الجنة والله ليس بصلاته ولا بصيامه نعم الصلاة والصوم وأركان الإسلام مطلوب أن يأتي الإنسان بها لكن انظروا إلى هذا التعبير النبوي رأيت رجلا يتقلب في الجنة بسبب غصن شجرة كان يؤذي الناس في طرقاتهم أو في طريقهم فنحاه الرجل عن الطريق ربما يستصغر الإنسان فعلا فعلا معينا هذا الفعل يكون سببا في دخوله الجنة يكون سببا في دخوله الجنة وفي رواية بينما رجل يمشي بطريق إذ به يجد غصن شجرة فقال لأنحينها عن الطريق حتى لا تؤذي الناس ففعل فشكر الله له فغافر الله له وهذا من كمال إيمان الإنسان المسلم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي رواية بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله اللهم أدخلنا بها الجنة يا رب وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان لأهمية الحفاظ على أمن وأمان وسلامة الطريق ساقلنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث حتى لا يتأذى الناس كما قلت الطريق يملكه الناس جميعا يبقى من أزال المعوقات من طريق الناس بنية دخول الجنة أعطاه الله عز وجل إن شاء الله في الآخرة ومنحه وكتبه من أهل الجنة طيب من تعمد أن يؤذي الناس بإلقاء المخلفات أو النفايات أو مخلفات البناء في عرض الطريق نقول له يا من تفعل هذا أنت تنتمي لخير أمة أخرجت للناس هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم طيب يا أخي إن المحب لمن يحب مطيع والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع الأذى في الطريق كما في حديثنا الذي لم ننتهي منه بعد ما حق الطريق يا رسول الله قال كف الأذى من ضمن كف الأذى عدم وضع الأذى في طرقات الناس وقش على ذلك ركن السيارة صف تاني أو الوقوف في عرض الطريق أو الحفر في الطريق وكذا من ضمن كف الأذى عدم التغوط أو التبول في طرقات الناس أو في الأماكن التي يستضلون فيها هذا إثم عظيم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا لا عينيني قالوا ومن لا عيناني يا رسول الله قال الذي يتغوط في طريق الناس وفي ظلهم صلى الله عليه وسلم إذن ما من وسيلة طيبة صالحة خيرة من شأنها أن تحفظ كرامة الإنسان وتحض وتدعو إلى نشر الألفة والمودة والمحبة بين الناس إلا بيّنها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة إذن كف الأذى يكون باللسان ويكون بوضع ما يتأذى الناس منه في طرقاتهم بأي طريق كانت وأيضا من ضمن منع الأذى احترام احترام إشارات المرور احترام القوانين التي سنتها الدولة الدولة لا تسن شيئا إلا فيه المصلحة والمنفعة لمن يعيشون تحت سمائها وعلى أرضها من يسير عكس الاتجاه يؤذي المرة من يتعمد أن يركن سيارته في عرض الطريق يؤذي الناس عدم التقيد والالتزام بقوانين المرور أيضا فيها إيذاء للناس فالإنسان العاقل ودائما ما أرددها والله إخلاصا لله كونوا أهلا للمكانة التي حبان الله إياها يا خير أمة أخرجت للناس يا أهل الأمة الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس مطلوب منا أن يرانا غيرنا في أحسن حال وفي أحسن صورة وفي أبهى منظر في طرقاتنا وفي شوارعنا وفي بيوتنا وفي كلامنا إلى غير ذلك كف الأذى عن الطريق ثالثا رد السلام وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم حينما وطأت قدمه الشريف المدينة المنورة كما روي عنه صلى الله عليه وسلم كان من أول ما قال أيها الناس نلاحظ يا دكتور عمر أنه لم يقل أيها المؤمنون صحيح إنما قال أيها الناس هو يخاطب الناس لأن الله عز وجل قال وما أرسلنك إلا كافة للناس أيها الناس أطعم الطعام وأفش السلام وأفش السلام لأن إفشاء السلام كلمة السلام كلمة تدخل الطمأنينة على قلب على قلب الناس على قلب الإنسان أيا كان هذا الإنسان هذا هو ديننا الذي عنوانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما بعثت لأتممه مكالم الأخلاق وفي رواية محاسن الأخلاق يا سلام هذا هو ديننا رد السلام كلمة تدخل السرور والطمأنينة على قلب الناس كلمة حينما يقولها السلام عليك أمن الله عليك الله طمأنينة الله عليك الله الله السلام عليك عليك ورحمة الله وبركاته من يجلس في الطريق يبادر ويرد كما وضح لنا القرآن قائدنا وهادينا ورشيدنا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي وعليكم السلام فحيوا بأحسن وإذا حييتم بتحية الله هو القائل فحيوا بأحسن منها أو ردوها أو ردوها وكل هذه القيم النبيلة قيم حضارية من شأنها نشر السماحة والمحبة وإظهار للحضارة الإسلامية بجمالها بجمالها وقيمها النبيلة غضوا البصر وكفوا الأذى ورد السلام ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سواء في الطريق أو في غير الطريق من لسانه لا يؤزين بلسانه وعلى وجه الخصوص في الطريق ولا بيده وفي رواية المسلم من سلم الناس من لسانه ويده غضوا البصر وكفوا الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيمة إسلامية ما أحوجنا إلى التمثل إلى التمثل بها في أيامنا هذه حينما يرى الإنسان سلبية أو يرى إنسانا يتلفظ بلظ خارج أو يرى الإنسان يفعل شيئا في الطريق يضع شيئا في الطريق أو يتهامز ويتلامز بمن يسيرون بين معكوفين يتحرش شوفوا جمال يتحرش بالفتيات شوفوا جمال وعظمة الدين الإسلامي حينما يتمسك به الإنسان ويتحلى به من السلبية أن تترك الإنسان يلقي بالمخلفات أو يتهامز أو يتغامز دون أن تذكره بخطأ فعله قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ماذا يفعلون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأن حينما تشير يا أخي لا تفعل هذا بالطريقة ده حرام أنت تؤذي الناس اخفض من صوتك الصوت العالي غير مطلوب لا تتلفظ بألفاظ تجلب الإثم والوزر عليك ويذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم وكان يقول التي هي أحسن وكانت تخرج دائما الكلمات الطيبة من لسانه ويذكره بأن الغمز واللمز بالسيدات أو بالمرة فعل حرام ترفضه القيم الإنسانية وترفضه القيم الإسلامية هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق ولي وما كان الرفق في شيء إلا زانه ومن تزع من شيء إلا شانه شانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله رفيق أحب الرفقة في الأمور كلها صلى الله عليه وسلم إذن النصيحة يعني أنا أستطيع أن أثني أو أمنع من يلقي بالمخلفات أو المخلفات البناء أو يخالف تعليمات المرور أو يتغامز ويتهامز أستطيع بالكلمات الطيبة والتذكير بالتي هي أحسن كما قال الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن استخدم الحكمة مع من تجدي معه الحكمة واستخدم الجدال الطيب مع من يجدي هذا معه وتعامل بالتي هي أحسن الأمر بالمعروف من القيم الإسلامية النبيلة التي دعت إليها شريعتنا لكن بضوابط برفق وليد وإخلاص لله عز وجل ووالله لو أخلص الإنسان في نصحه وتوجيهه لله لألان الله قلب سامعه لأصغى السامعون له لأن النصيحة النصيحة خرجت من قلب خالص وجه لله لا لمنفعة شخصية ولا لوجاهة ولا لشهرة إنما تمثل قول الله تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتمثل قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث من رأى منكم منكرد فليغيره وهنا فليغيره بيدي هذه ليست سلطتي أو سلطتك أخي المشاهد إنما هي سلطة المشرع أو الحاكم أو ولي الأمر فإن لم يستطع مش بتاعتي فبلسانه واللسان يكون بالرفق واللين والحرص على عدم إذائه والتقليل من شأنه والتحقيل منه ما هكذا أمرنا الله وما هكذا وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان لا تفعل هذا يا فلان هذا يؤذي المرة هذا يؤذي من يسير في هذه الطريق هذه الطريق لي ولا لك إنما هي لجميع من يمرون بها إذن الأمر بالمعروف يكون بالرفق واللين يا سلام وبسط الوجه يعني حينما ينصح الإنسان برفق ولي وتبسم يسمع له والله يسمع له وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تبسمك في وجه أخيك صدق إياك أخي المشاهدة أن تظن أن الصدق مقصورة على المال لا تبسمك في وجه أخيك صدق وأمرك بالمعروف هنا بمنع الأذى عن الطريق صدقة والكف عن الشر أو عن الإذاء صدقة هكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق واللين ومن نصح أخاه سرا بالراحة كده بأسلوب لطيف وهذب فقد زانه ومن نصحه جهرا فقد شانه وقلل منه وما من إنسان إلا ويحب أن يعامل معاملة طيبة لا يحب أن يقلل منه أو أن يحقر منه والعياذ بالله تبسومك في وجه أخيك صدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة والله واتباع تعليمات قوانين المرور وتوجهات رجال المرور صدقة يكفي أن فيها الأمن والسلامة لك يكفي أن فيها الأمن والسلامة لك والإنسان المسلم احترامه للطريق وتوقيره للطريق والتزامه بأداب الطريق سجية ينبغي أن تكون سجية يعني شيء متأصل عنده نتج عن إيمانه بكلام الله وأمره بتوجيهات القرآن إيمانه بكلام الله وبأوامر القرآن وبإيمانه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر النبي والانتهاء بما نهى عنه القرآن والانتهاء بما نهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه لأن الخير والبركة والسعادة والطمأنينة والألفة والمحبة والمود فيه وما نهاكم عنه فانتهوا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قط إلا ودلنا على فعله وما من شر إلا ونهانا عن فعله ما وجد خيرا إلا وأمرنا أن نفعله وما وجد شرا إلا ونهانا أن نفعله وأختم يا دكتور عمر نعم بأن بأن الطريق عن تفريطنا عن تفريطنا في هذه الخيرية كنتم وما تفريطنا وما تفريطنا فيها أشكرهم من أعماق قلبي على هذه للصدافة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام أنتم بخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحضرتك بكل خير فضيلة الشيخ الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القاهرة الذي حدثنا فضيلته عن حقوق وآداب الطريق وكل هذه القيم التي ذكرها فضيلة الدكتور خالد صلاح إنما تمثل ركائز أساسية من ركائز القيم الإنسانية النبيلة التي حثت عليها الشرائع السماوية وتمسكت بها سنتنا النبوية الشريفة ومثل هذه القيم اتباع مثل هذه القيم إنما يعمل على استقامة المجتمعات بكل ما تحمله كلمة استقامة من معنى بل وأن التمسك بمثل هذه القيم يصلح حال أي عوجاج حينما يكون ملحوظا ولو حتى بنذر يسير في كثير من المجتمعات نتحول بالكلمة الآن إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصفتي من علماء وزارة الأوقاف المصرية أهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه داه إلى يوم الدين وبعد فحديث الشيخين البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالس نابد إنما هي مجالس نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال أغض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الحديث الشريف عدة معاني الأول أن الأصل أن الإنسان لا يجلس في الطريق وهذا واضح جلي إياكم والجلوس على الطرقات لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن النجاة قال في هذه النجاة أن الإنسان يقف لسان وأن يلزم بيته النجاة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها أن يلزم الإنسان بيته فالأصل أن الإنسان لا يقعد عن الطرقات فماذا لو جلس أو لم يكن هناك سبيل إلا الجلس للتحدث لم يكن هناك سبيل الاجتماع في بيوت أو كذا فأعطوا الطريق حق فذكر صلى الله عليه وآله وسلم حقوقا محددة لتحفظ ويعمل بها ذكر غض البصر وذكر كف الأذى وذكر الرد السلام وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن الموقع وكما ذكر أستاذنا الدكتور خالد حفظه الله وتعالى وتوسع بنا توسعا جميلا في شرح الحديث الشريف من ذلك من هذه المعاني التي تأخذ من الحديث الشريف أنه يجوز لولي الأمر أن يقيد المباحة في طرقات الناس بمعنى الطريق مفتوح أمامي ومن الممكن أن السرعة تتجاوز الحدود فيجوز لولي الأمر أن يحدد اتجاه السيارة وأن يحدد السرعة المناسبة على هذا الطريق وفي هذه المنطقة والتزام المسلم بهذا يثاب عليه لأنها طاعة لله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومخالفة ذلك معصية لله ورسوله وللمؤمنين يبقى ينبغي أن نؤكد للناس أن التزام حقوق الطريق المحددة من قبل ولي الأمر دطاعة ومخالفتها إثن ومعصية تترتب عليها ده فضلا عن أنها قد تتسبب في إزهاق الأرواح في وقوع الخسائر المادية والبدنية والنفسية وتعطيل مصالح الناس وإرباك حالة المرور وتضيع أوقاتهم وتضيع كثير من المآسي والأثار تترتب على عدم إعطاء الطريق حق من المعاني أيضا الجميلة في هذا أن مثلا الإنسان عندما يكون الطريق مزدحم وفيه سيارة مرور بتعدي فيه سيارة إسعاف بتعدي فيه سيارة مطاف بتعدي الدين بيقول لي أننا لابد أن أفسح المجال لهذه السيارات لأن فيه حادث أو فيه طارق من الطوارق محدد ينبغي أن يستدرك قبل أن يستفحل فالإنسان التزام بهذه الآداب والأخلاقيات والسلوكيات من صميم إيمانه وطاعته الله تعال أيضا من المعاني العظيمة التي يجتمل عليها هذا الحديث الشريف معنى شيوع كلمة السلام في المجتمع ولذلك كانت تحية الإسلام عند اللقاء السلام عليكم تصور أنك كلما قابلت إنسانا ألقيت عليه السلام فرد عليك السلام أكثر كلمة تشيع في جنبات المجتمع المسلم السلام عليكم وعليكم السلام فالدين ليس دين حرب وليس دين كراهية وليس دين بغضاء ولا دين شحناء إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا ليس لتتحاربوا وليس لتتقاتلوا وليس لتتنازلوا في معارك أو في صراعات أو في تصادمات أيضا من المعاني العظيمة التي يحويها هذا الحديث الشريف معنى أو مبدأ أو طاعة لله تعالى أو عبادة عظيمة من عبادة الإسلام عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه العبادة التي وردت كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر اهتمام القرآن واهتمام السنة النبوية بهذه العبادة لأنها عبادة تنقل مجتمع من السوء والضرر والأذى وهذه عبادة نفتقدها كثيرا ونفتقد فقها هذه العبادة عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجد إنسانا قد ينهى عن المنكر بمنكر أشد من المنكر الأساسي وقد يأمر بالمعروف بصورة تجعل المأمور بالمعروف يزدر المعروف ويزدر الآمر به ويقره أن يفعل الخير دخل أحد الناس على أحد الخلفاء فجعل يغلظ له في القول فقال له لست خيرا من موسى وهارون وأنا لست شرا من فرعون وقد قال الله تعالى لهما فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى فالأمر بالمعروف فقه يحتاج من الإنسان إلى وعي ويحتاج من الإنسان إلى دربة ويحتاج منه إلى حسن تصرف وقد قال الله تعالى في وصف حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك تصور إنسان في مقام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جمع الخير البشرية كل جمع كل خير ومع ذلك لو وجدت في هذه الصفة الوحيدة صفة الغلزة أو الشدة لأضاعت منه كل الصفات الطيبة وأضاعت منه كل الخصال الحميدة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر أيضا في منفق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات بمعنى الحديث الشريف الذي تفضل أستاذنا الدكتور بذكره عندما تجد إنسانا يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر فتحدثه بأن أسلوبه غير لائق يقول لك بأعلى صوته من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يكن فبلسانه فإن لم يكن فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هو يردد الحديث الشريف دون فهم ودون وعي هل هو يقبل أن شخصا غريبا يأتي ليضرب ابنه هو أو يؤدب ابنه هو دون أن يستأذن منه أو دون أن تكون له السلطة عليه طبعا سينفي ذلك ولا يرضاه وسيأباه كذلك الأمر أو تغيير المنكر باليد ليس من سلطة كل أحد ده هذا ما رده ومرجعه إلى ولي الأمر حتى لا تكون فوضى فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده ده يخاطب به ولي الأمر ومن لهم حق التشريع ومن لهم حق السلطة في المجتمع وهناك من له حق التغيير بلسانه وهناك من ليس له لا حق التغيير لا بيده ولا بلسانه وإنما يكتفى منه بأن ينكر بقلبه ولا يرضى بهذا السوء ولا يرضى بهذا الأذى إذن فق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من أركانه أو من شروطه أنه لا ينكر الأمور التي يختلف فيها العلماء بمعنى إذا رأيت منكرا اختلف العلماء بين هذا الشيء هل هو منكر ولا ده معروف هل ده من السنة أو ليس من السنة واختلف الناس في ذلك اختلافا كثيرا فليس من حق أن أنهى عن شيء اختلف الناس فيه أو أأمر بشيء اختلف الناس في وجوبه لأن طالما فيه اختلاف بين العلماء في وجوبه أو عدم وجوبه أو في كراهيته أو في كذا فالأمر فيه متسع فلا يحك لي كمسلم أن أقحم نفسي في قضية العلماء قديما تحدثوا فيه واختلفوا وتباينت آراؤهم واختلفت أقوالهم فلا يصح بحل من الأحوال أن أتجمد بقولي أو أتجمد برأيي وأتشدد في مسألة جعل الله تعالى فيها الأمور جعل فيها متسعا ينبغي أن يذهب إليه أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال القرآن الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر تلاحظ أن الآية الكريمة خصصت طائفة من الناس لتقوم بهذه الفريضة أو تقوم بهذه العبادة وهي عبادة بالفعل وفريضة غائبة تقوم بها في المجتمع فليس من حق كل أحد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر بالمعنى الذي هو ليس أهلا له ليس كل معروف فيه معروف مشهور بين الناس كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والأخلاق القومة وفيه منكر معروف من الدين بالدرونة ده حرام وكذا ولكن هناك أمور كثيرة قد تخفى على معظم الناس أو على أكثرهم ولذلك القرآن الكريم يتحدث عن طائفة من الناس يستخصص في الدين وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بعض الناس ممكن يتصدى للأمر بالمعروف في ظنه وهو في الحال يأمر بالمنكر وبعض الناس قد يصدى للنهي عن المنكر في ظنه وفي حسبانه وهو في الحق يأمر بمنكر أشد من المنكر الذي ينهى عنه ففقه الأمر بالمعروف وفقه النهي عن المنكر وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حق الطريق وفي حقوق الطريق ليبين أن من اختلط بالناس ينبغي أن يكون ذاوعي عظيم وفقه سديد في الدين ديننا الإسلامي من عظمته ومن روعاته أنه دين يعتمد على العقل وعلى الفهم ليس يعتمد على الحظ والترديد فمش كل إنسان قادر على الأمر بالمعروف أو قادر عن النهي عن المنكر ونقرأ جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن ما قالش حفظ القرآن في فرق من واحد بيحفظ وواحد بيفهم وإن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون الله تعالى هو الذي تتكفل بحفظه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير هم طائفة من المؤمنين تنسموا الطريق المستقيم وأخذوا بأسباب العلم وصهروا الليالي وأتعبوا أنفسهم وأرهقوا أبدانهم في سبيل طلب هذا العلم فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ذكره حضرات النبي صلى الله عليه وسلم في حق الطريق بيحتاج إلى أناس أكفاء عندهم من العلم وعندهم من الفقه أن يصلحوا حال المجتمع وأن يأخذوا بيده برفق ويسر إلى ما ينفع هم أناس يبنون ولا يهدمون يعمرون ولا يدمرون يصلحون ولا يفسدون يجمعون ولا يفركون نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء وأن يحفظ مصر وأهلها من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعبث العابثين وشماتة الشامتين وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام أشكرك شكري جزيل فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصفتي من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية وبرك الله فيكم والحقيقة سيدنا الدكتور خالد صلاح يتميز الدكتور محمد الصفتي بإخلاصه الكبير أثناء الكلام ونهل من علمكم وأخذ كثيرا من النقاط وتوسع فيها يعني فلكم كل الشكر والتقدير وكانت الصلاة والسلام على النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام عنوان كبير في هذه الحلقة يعني كم مرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكم مرة صلينا عليه صلى الله عليه وسلم ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الدار الآخرة وذكر الله كثيرا فيعني فضل فاني أنا عايز أقول برضو من ضمن حقوق الطريق حتى نكون قد وفينا الموضوع ولو بنسبة ولو بنسبة سبعين في المية عدم الاعتداء على الطريق باقتطاع باقتطاع أجزاء منه وما أكثر قد يظن البعض أن لا صاحبة للطريق لا الطريق ملك الدولة والدولة هي الحاكم وهي المتصرف والاعتداء على الطريق كأنك اقتطعت جزءا من أرض غارك أو شيء من هذا القبل بل هي أشد حرمة وأذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ظلما من الأرض ظلما وخاصة من الطريق التي درج الناس على السير فيها طوقه الله فيها سبع أراضين أو طوقه الله إياها سبع أراضين بمعنى إما أن يكون هذا نوع من أنواع العذاب في الآخرة بسبب ظلمه واقتطاعه وتضييقه على الناس أو فعلا يطوقه الله عز وجل بطوق يعذب به في النال يوم القيامة أو يخصف به كما يخصف في سبع أراضين المعنى المعنى أنه إما أنه يكون فيه طوق كبير فعلا يعذب به يوم القيامة أو يخصف به مقدار سبع أراضين في النار والعياذ بالله الطريق ملك للجميع المحافظة عليها بنظافتها ونقائها وإظهارها بصورة حضارية مشرقة من الدين بل هي واجب ديني ووطني وأخلاقي يظهر عظمة ديننا الحنيف وقيمنا الإسلامية النبيلة اللهم احفظ مصر وأهلها وشعبها ورجال أمنها إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك في أيامنا هذه المباركة لنا ولأبنائنا ولبلادنا الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك يا ربنا في أيامنا هذه المباركة أن تجنبنا وأن تجنب أبنائنا الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم آمين يا رب العالمين شكر الله لكم فضيلة الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القاهرة وأتقدم بالشكر أيضا لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الصفتي من علماء وزارة الأوقاف شكر الله لكم وصلنا معا إلى ختام هذه الندوة من ملتقى الفكر الإسلامي وكانت حول حقوق وآداب الطريق إلى لقاء آخر إن شاء الله حتى ذلك الحين دمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته